حسب ما أرى صارت الخلايا النائمة للدولة البريطانية العميقة نشطة يبدو لي أن طلائع الدجال الذين يتظاهرون بأنهم مسلمون سنيون تقليديون يخططون لمحو الإسلام من تركيا إنهم يخططون للقضاء على كل المسلمين حاولوا وانظروا ما سوف يحدث فلن يحدث شيء كهذا إن الدولة البريطانية العميقة متورطة بحماقة في موقف صعب وليس هناك داع لوجود قلق حول الطوائف المعتدلة على سبيل المثال جماعة المنزل موجودة منذ فترة طويلة تحديدا منذ عام 1979 إنهم أشخاص محترمون ومحبوبون ولطفاء ولم يشاركوا على الإطلاق في أي أنشطة غامضة ولطالما كانوا معتدلين ومخلصين ودائما كانوا يسعون إلى الحفاظ على استقرار وأمن الدولة ينطبق نفس الأمر على السليمانيين وعضاء جماعة النور والآخرين إنهم دائما يتحركون وفقا لمبادئ الحفاظ على النظام والقيام بالأعمال البناء حسب ما أرى أحكمت الدولة البريطانية العميقة قبضتها على طائفة واحدة ووضعتها تحت هيمنتها لكنهم بكل وضوح يبقون على بعض الطوائف الأخرى دعما لهم إن هؤلاء الذين يسعون إلى القضاء على الطوائف الدينية ينتمون إلى الخلايا النائمة للدولة البريطانية العميقة